أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من بودكاست خبرني أكتر معي أنا خولا مباركي حلقتنا لليوم مميزة استثنائية لأنه ضيفتنا مميزة مميزة بصوتها مميزة بعفوياتها مميزة بأداءة بمحتواها خلونا نتعرف أكثر على حفظة يا الله شكرا لكلام الجميل حبيبتي أهلا وسهلا حفظة أهلين يا مرحبا شكرا جزيلا لهذه الاستضافة الطيبة وفرحت بشوفتك أوه أنا أكتر حبيبتي كيفك؟ والله الحمد لله الحمد لله حفظة حبينا نعرف مين حفظة؟ عرفينا تمام حفظة محيو من الجزائر 25 سنة مستر 2 مايكروبيولوجي مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صاحبة أكاديمية خاصة لتعليم اللغات عن بعد وعمل عديد من الأشياء باللي التعريف يكفي ما شاء الله حفظة قلت إنك صاحبة أكاديمية الأكاديمية ها يعني شو تخصصها؟ تعليم اللغات عن بعد كانت تقريبا من بين أوائل الأكاديميات في الجزائر لتعليم اللغات عن بعد والحمد لله هم يدرسوا لدينا ليس فقط من الجزائر وإنما من مختلف دول العالم العربي ما شاء الله والتخرجك في الجامعة يعني تخصصك؟ علم الكائنات الحية الدقيقة كان الحلم دكتورة والواقع شيء آخر لكن يعني تخصصك حاجة؟ ومجال عملي في شيء آخر تمام لماذا ما قمتش؟ بكل صراحة شغف الإعلام والأتصال التعليق الصوتي، تصوير الفوتوغرافي، تسميم بدأ لي وأنا في الجامعة سنة ثانية جامعي شغف؟ فأنا قررت أعلم أنه قرار صعب كثيراً أنه أتبع شغفي وفي نفس الوقت مجال دراستي توازني بين مجال دراستي من كان يشجعك حفصة على أنه تتبع شغفتك؟ بصراحة ولا حد وحدك؟ نعم، كان تحدي كبير جداً كنت تكلمت مع والدي وقيت له حبيت نقرر أن نوقف دراستي ونروح نعمل أكاديميتي الخاصة قال لي لا، لا تتحدي نفسك ولا تتحدينا نحن قرار صعب لأنك جريء جداً بالضبط، فقالوا لي كم لدراستك؟ وإش حبيتي تعملي؟ أعملي وعلى حتى قررت أنك مثلاً توقفي دراستك وتتخصي بالمجال هل كي يكون لديك وقت أكثر؟ بالصراحة بالضبط، بالصراحة شو في مجال العلوم الطبيعي والحياة نحبه وخصوصاً علم الكائنات الحياة الدقيقة المأزر الأفياض، الميكروسكوب هايباً أيها، فلكن حسيت أنه أنا لازم أبدع أكثر وأقدم في هواياتي أكثر فسألت نفسي يا حفصة ما الشيء الذي تستطيعين عمله برأس مال صغير وفي نفس الوقت تستثمرين في مواهبك فشخمم تفكرت، قلت لماذا لا أعمل كانت فترة الكوفيد، الكورونا؟ قلت لماذا لا أعمل أكاديمية خاصة لتعليم اللغة تعمل بعد وأنا في منزلي وأنا اللي أعمل تصويق وأنا اللي أعمل تصميم وأنا اللي أعمل تعليق صوتي وأنا اللي أعمل تصويق ما شاء الله فهذه الفكرة كيف جات؟ الحمد لله وأطلقتها في عمر لعشرين سنة والحمد لله هرأت يعني روش كبير والحمد لله حفصة عرفت في فيديو التخرج، في التريند التخرج لقى قبول كبير من عند الناس حبت عفويت حفصة أنا أثر فيني جداً هذا الفيديو كيف كانت فكرتو؟ شوفي كان أنا في مواقع التواصل الاجتماعي كنت أظهر فقط لكي الناس يعملوا فيها ثقة لأنا لدي عمل أونلاين نقطة لكن لم تكن لدي نية أني أنشاهر وشهرة متابعين وناس حبني وناس ثقفني بره ما كانش عندي هذه نية بتاتاً المهم كنت أمر حكيت لهم هذا الشي في المواقع التواصل الاجتماعي لكن رح نحكيها اللي احنا شوي بالتفصيل كنت أمر بفترة صعبة جداً جداً ومرضت وكانت قرار أنه رح نوقف مواقع التواصل الاجتماعي خلص حفصة وما رح تظهر مجدداً قبل الشهرة هذا ما رح تظهر مجدداً رح ألتزم بعملي حضورياً وليس أونلاين وتعبت نفسياً كانت فترة ضغط رهيبة وكانت بعد التخرج فبعد التخرج بشهر فصليت صلاة الاستخارة كنت يا الله سبحاني يا ربي دلني رانيتيها أنا طريقي لا أعلم وين يا الله دلني تعبت والله تعبت بالمناسبة مرض كان روحي أكثر من الجسدي يعني سلامتك أول مرة أصرح بهذا الشيء دع علينا فغداً من ذلك لم يكن تخرجي أنا لأنه تخرجت قبل شهر كان تخرج صديقتي فروحت لتخرجها وعملت لها بوكي فلوخ يعني ورد واخت لها ورد فوانا حضرت التخرجي تخرجها وقيت لها دقيقة دقيقة أعطيني لباس تخرجي قلت لها جاتني فكرة فيديو سبحان الله كان في بعد ما نشرت بعض تعليقات يقولك كيف حفظت هذا الكلام كله ماشا لكن سبحان الله كأنه وحي نزل حملت التليفونية وكان ذلك الوقت ترند أرض زي كولا زي كولا فكانت رواية فقط ناس تحكي عليها قلت لي ماذا لا أعمل ترند سبيشل بالتخرج خلينا نشوف بعدها قلت هي تبدأ بوياش وبعد بداية أول صفحة وبعد بداية أول صفحة تبدأ رحلتنا الخيالية وننتقل من عالم مختلف لزمن آخر فكيف كانت رحلتي يستي ماشاء الله هل يعني ما كنتش مخطة يعني بتاتا ولا الكلمات ولا الطحر والله كل شي جاء متسلسل مع بعض صديقي كانت قدامي قلت لي حفصة وسيلفي كنتش يتصوري تليفون تليفون عرفت أنه بعد هذا الفيديو رح يعني يجرى شي نرجع لك النقطة بركة حفصة قلت أنا تعبت من المواقع وبالرغم من أنه الوقت ذاك ما كنتش مشهورة يعني بضب هل تعبك العمل تاعك الثاني يعني كونك إنك أونلاين لا بطرح كنت أحب الشي اللي نعمل فيه أوكي كنت أحب الشي اللي نعمل فيه ناحية التعبة كد في أي مشروع أنت تعمليه أنت تكوني فيه خصوصا في البدايات وفي البدايات باش تعملي اسم وثيقة ومصداقية وخصوصا الاسم وثيقة بالضبط وهذا شيء يهمني جدا أوكي محتواك مختلف ما شاء الله يا حافظتي لهذا تميزتي وقلتي كيف كيف أنه كانت بالصدفة بالضبط نشرت الفيديو صدفة نشرت جلست عادي نشرت على الثامنة ليلة بعدها نمت الساعة التاسعة قمت كل القنوات تتكلم على الفيديو كل الناس تتكلم على الفيديو طبعا ترند الناس كلهم بالتخرج بالزواج كلهم عملوا صوتي يا الله قلت ما هذا شو عم يصير بعدها لقيت نفسي في يوم مئة ألف متابع من 23 ألف مئة ألف متابع فعرفت أنه ممكن هذا طريقي صحيح بعد الاستخدام بالضبط ممكن هذا الشيء اللي راني أعمله صح خلص لأنا ما نشرتش فيديو فقط وجلست مكاني لا من 18 ديسمبر 2023 لحد يومنا كل يوم فيديو فشهرتي قاعدة كل يوم جهدوا تعبوا تستمر أك صحيح الناس حبتني ببساطة صوتي الجميل عفويتك عفوية فقط نحمل تليفون ونتكلم ديك أفكار تحملي تليفون هكذا يقولوا لي حفصة هل تحضرين فيديوهاتك من قبل أقول كل صراحة لا قبل نص ساعة من نزيل الفيديو ديني فكرة أنا قرر نعمله فأنا أفعل ما أحب يعني لذلك وش كان شعورك حفصك بعد الشهرة يعني بعد الفيديو بتضبط صراحة شعور جميل جدا أنك تحسي وفي نفس الوقت أصعب شعور ممكن تحسي شعور جميل أنك تحسي الناس حباتك بلا ما تعرفك الناس حبت صوتك الناس تستعمل في صوتك يعني شعور شهرة جميل حسيتي بالمسؤولية شعور المسؤولية خفتي مسؤولية صعبة جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنا دائما نقول لهم أنا حفصة بنت جد عادية بنت سيمبل تعمل ميكوب في وجهها تسمع الأغاني وموسيقى لكن نقول لهم دائما اقتدوا بي في الأشياء اللي تروها جميلة الأشياء اللي ما تروها الجميلة لا تقتدوا بي أنا فتاة عادية أنا لست يعني كاملة ولا اللي ما نخطأش ولا لا هما يعني بصراحة هذه المشكلة اللي واجهني شوي أنه حفصة لما نعمل موسيقى هكذا خفيفة في فيديوهات حفصة ليش تعني موسيقى ربطوا اللغة العربية بالدين كل شي ربطوا مع بعضها لا أنا فقط أشاركوا معكم أشاركوا معكم أشياء جميلة بصوتي أنا فتاة عادية يا حبيبتي نحسوا موهبة سبحان الله حبيبتي حبيبتي هل يعني أنت أيضا يعني قاعدة تعملي علىها تحسني تطوري سوف لأنه يقول سامحيني يقول لك أنه الصوت خمسين بالمئة يعني أنه عطية من عطية الله سبحانه والباقي أشياء وجهد تعب ودراسة صح كما قلت لك أنا درسة ميكروبيولوجية وباللغة الفرنسية فاللغة العربية خطاني متعاكسان لا يلتقي لكن هي موهبة وأنا أطور في روحي الآن في مجال في مخارج حروفي في الأشياء اللي نقدر نحسن بها صوتي أكثر وأكثر الحمد لله أنا نشوف صوتي مميز في كل شي لكن لا أخل من الأخطاء من الأخطاء يعني مثلي مثل أي بالضبط بالضبط وأنا نطور في نفسي عادي جدا الدنيا تستمر ونحن نطور في نفسنا عادي جدا مش كانت ردد فعل أهلك أهلي بعد الشهرة شوفي على الفيديو خلينا في الفيديو على الفيديو أنه حفصا شهرت في مواقع التواصل أنه الفيديو تحعمل ضجة صوتها حبوها ناس وش كان ردد صراحة كانوا مثل شعوري أنا فرحانين في نفس الوقت لا تفاجئوا أكيد أكيد حفصة قالوا لي ماذا عملت يا بنتي ماذا عملت أهلي ويتلم الله خلونا يعني بس خافوا من شعور المسئولية ذلك بابا دايما يوصيني بنتي خلي نفسك مثل ما أنت بنتي حافظي على مبادئك عبر مواقع التواصل حافظي على عفويتك حافظي على صوتك حافظي على أخلاقك نعلم أنه يقول لي أعلم أنه أنت لست كاملة لكن حاولت بييني للناس الشيء الجميل فيك اللي يقتدوا منك في الشيء الجميل ما تاخدش ذنبهم من بعض الأشياء اللي تعملها وقلت لي خفت حفصة بعد الشهرة وعليك خفت من المسئولية مثل ما قلت لك الناس اللي مثلا أنا اسمها حسيتي أنه عندك مسئولية كبيرة لازم تحافظي لازم تقدمي لازم تعطي أفضل بضبط والاستمرارية أساس شيء أنه هل أنا سأستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أم هي مجرد فترة فهذه الأسئلة اللي قاعد تتراوح في بالي هل أنا صح أفيد الناس هل أنا أقدم صح أفضل ما لدي هل أنا رح يعني رح أعمل تغيير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحمد لله أنا أرى نفسي أنا الآن في الطريق الصحيح الحمد لله أنه أعمل في المحتوى جميل بعفويتي بلغتي ببسيط الناس يعجبهم بخصوص المسؤولية أو أنك تستمر مثلا نتمر عليك فترات أنه يكون عندك جمود إبداعي خلينا نقول صح صح كيفية تجاوز الفترات أو بصراحة سنتايمز نعض على قلبي نقول لا حفصة نكملي واصلي حتى نعد دموع في عينينا نصحهم ونعمل فيديو في بعض الأحيان قالوا لي حفصة بالله تتكلمي بمشاعرك يتكلم بمشاعرك حاجة من قلبك مشاعرك حتى أنه أنا سنتايمز والله أنه كين فيديوهات أعيدهم أكثر من عشر مرات توصل بيني نبكي فالمشاعر الفيديوهديك تطلع بأصلا تكون حقيقية يسمى المتابعين يشوفوا نسخة نسخة بالضبط وشيء حقيقي وبمشاعرك بالضبط لكن كيف تخطى الجمود لما تكون حالتي صعبة جدا خلاص وقت الراحة نعيد نرتاح ننظم أموري أكثر ننظم غرفتي ننظم عملي بعدها نعود ننزل فيديوهاتي ناخذ الإلهام بصراحة ناخذ الإلهام من فيديوهاتي من نفسي من نفسي نشوف بعدها لازم نستمر لازم نستمر حفصة خلاص بزيتي نمشي خطوة للأمام نرجعش خطوة ومشاء الله مش من الناس اللي يبانوا اللي أجل أنهم يبانوا فقط لا طولي على الناس بمحتوى بالضبط كيف صدقاتك بعد الشهرة أو الناس اللي كانوا معاك أو هل تغير شيء بحياتك كثير كثير اشتي لما تخرج من منطقة الراحة تاعك تروحي لمنطقة أخرى أعلى وأرقى ينزلوا الوجوه تتصفى تضبط كأنه في غربال هكذا كيف عملتي مع الله بصراحة هادي أنتوا قررتوا أنكم تبعدوا لا تسحبوني معكم اختاروا طريقكم وخلوني في طريقي بالرغم من هذا الموضوع ما أثر فيه كثير كثير طيب بالضبط طيب صدقات صح من غير المواقع وصدقات في المواقع صدقات في المواقع استغربوا كيف كنت أنا تحتهم وصبحت فوق هل الناس ثم لي في المواقع حفصة تربطك بهم علاقات صداقة صداقة ولا علاقات عمل فقط بصراحة كين صديقات عبر المواقع نعزهم ونحبهم لكن معظم الشيء لا ما عنديش صداقة فقط عندي صديقة واحدة اللي نحييها بذي المناسبة شوشو أما لفيدا هي صديقتي اللي بالمواقع اللي نحبها ونعزها وأختي حكيتلي علاها منا شوي لأن المواقع المواقع المواقف عفوا اللي ربطتنا ليس المواقع مواقع في جهة والمواقف في جهة فالشخص لما يبدأ يطور رح يخرج في حياته أشخاص حاول فقط يسحبوه للأسفل وخصوصا في المواقع أنا الحمد لله يا ربي الحاجة اللي دائما نحمد عليها ربي سبحانه إنه طلعت في فترة وجيزة مليون في شهر من غير ولا شخص حطني عبر استوريات ولا عبر مواقع يعني مجهود شخص مثل ما نقوله بالعامية الجزائرية بلمزية واحد بالضبط بلمزية واحد مجهود شخصي عفوا توفيق من عند الله سبحانه رب العالمين عوض نحس وجع في الفيديوهات عكي ياسر إنه نحس حفصة كأنها تتحدى إنه الحمدوله هتعوضت الحمدولله والله صح توفيق من عند كأنها حفصة كانوا كثير من الناس يتحدوها أنها يقولوا لها نو لن تصلي لأ حفصة أنا نجحت أنا الحمدولله عوض من عند الله أنا الحمدولله بتوفيق صح صح والله لم تكن لدي العصة السحرية ولما كنت في محيط داعم بالعكس تماما كنت أدرس في مكان بعيد عن الولاية ب20 كيلومتر روح كل يوم ونرجع كل يوم ونرجع كانت عندي تحديات كثيرة أهلي كانوا ضد عملي لم تكن لدي صديقات واصدقاء لما كنت داعم وحيد دعم لأيني فكن دايما شد قلبي ونقول والله رح توصلي يا حفصة والله رح توصلي يا حفصة والله راتت حفصة نرجع لك النقطة قلت أهلي كانوا ضد الموقف أو ضد العمل نشوف كثيرا فيديوهاتك مع الوالد ربي يحفظه ومع والدتك وفي التعليقات الكل يتمنى أنه لو كان عندهم الوالد تحهم تفهم يعني مثل الوالد تحهم بالضبط بالمناسبة كيف بصراحة يعني تحدي الأب كان أصعب تحدي بالنسبة يعني لي أكثر من حتى تحدي الأمن بابا إنسان صعب جدا بابا إنسان عنده هيبة وقرار بابا أستاذ رياضة يعرفوه الناس كله عشاء الله فلما قلت له رح نبدأ مواقع التواصل الاجتماعي وبابا رح نعمل ونعمل وشك تعملي كان أصعب تحدي إنه نخليه ليس يثق في بنته يثق في ماذا تعمل بنته وعامل ثقافية في ماذا تعمل بنته تخيلي إنه الأشخاص اللي نعمل معهم أصدقاء اللي نتواصل معهم كلهم يعرفهم بالرغم إنه في أشياء يقول لي لا هذه لا تعمل لها أنا أقول له تعال هذا الشخص اللي مثلا يعمل معي في هذا المجال فخليته يعمل فيه ثقة يعني كل بالضبط حتى كان استحدي صعب دايما يقولولي يا حفصة كيف خليتي أهلك مثلا عندي أخوي وعندي أبي يثقوا فيك ويخلوك يعني يدعموك لا أنت اللي تخليهم يعملوا ثقة يكونوا معاك أنت اللي تشاورهم تستشريهم مثلا في أشياء بابا ما يفهم فيها أصلا عنا نروح لهم نقوله بابا وش رايك في الموضوع يعطيني رأي خطأ وأعلم أنه رأي خطأ في مجال مثلا في السوشيال ميديا ما يعرفوش لكن أنا فرحانة لإني رحت استشارته وعطاني رأي وهو فرحان لإنه استشارني دايما يقول هل أنت مدللة أبوك والله هل تماما بتاتش بجل خلو كلمة لولتها كالك مش تقول بصوت حفصة هو والله أنت لست مجرد أب أنت حبيبي قلبي حياتي داعمي الأول لا تتخيل كم أحبك وأنا بعيدة عنك صح لكن أنت في قلبي دائما شكرا لك شكرا على دعمك شكرا على وقتك شكرا على جهدك شكرا لوقوفك معي شكرا لأنك وثقت فيني وثقت في طموحاتي أحبك أتناتي شكرا شكرا لك شكرا شكرا إن شاء الله حبسة نرجع معك الأرض الزيكولة كيفية اخترتي أرض الزيكولة دخلينا للعالم تاعك تاع أرض الزيكولة حيبين الناس يعرفوا أكثر على موضوعات ترند في اليوم المناسب بدأتها بترند تخرج طلعة ترند بصوت وكل شيء بالضبط كيف تجيك فكرة رواية مع تربطيها بموضوع هذه بصراحة كان كثيرا اللي ما يعرفوش أرض الزيكولة أرض الزيكولة هي عبارة عن رواية خيالية تتكلم عن شاب اسمه خالد كان يريد خطبة بنت موناء وبالضبط بعدها والدها لم يرضى إنه يعطيها فحب يكون شخص مميز وجيد وجميل اللي يرضى عليه الأهل فنزل إلى السرداب وهنا بدأت تعرفه على أسيل ومغامراته بالمناسبة رواية جميلة جدا تستحق بعث لي كثيرا برض زيكولة قل لي يا حفصة ماذا عملتي ماذا عملتي فبصراحة الحمد لله بتوفيقه وممكن عمل شيء في حياته صح فأنا عملت له شيء فحقق ببيعات كبيرة جدا جدا حتى الناس اللي ما كانت تقرأ الروايات أصبح تقرأ الروايات حبتها أنا أيضا يعني حفصة مشني من قراء الروايات لكن بعد ترينتان ديني الفضول اللي نقرأ بب بب قرأت الجزء الأول وفي الجزء الثاني ماشاء الله حابة نزيد نكمل يعني حبيت الرواية هذه فعلا حفصة نرجع معك فقط نقطة الويلة بتاعك ما تعلق بيه جدا وهو يعني بصعوبة لو وافق على دخولك مواقع التواصل الاشتماعي كيف كانت را تتفعله على جيتك للإمارات شتنذكر اليوم اللي اللي ودعني فيه يعني فتحتين هجرة فهو بابا إنسان حساس جدا 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 وما يبين ولا عمره يبين حساسيت ولا فوصلني لأنه كنا في ولاية وكنت طال على العاصمة فكان في السيارة وقال لي يلا روحي أخطيني وأنا ركبه في السيارة شوف في دمعة واك ف بصراحة أمر صعب جدا لأنه أنا متعلقة بأبوي صاحلك جدا 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 وكذلك ماما ماما نعزها ونحبها كثيرا وهي قدوتي في الحياة وإنسانة رزينة عقل بالمناسبة يا أستاذة لغة عربية ما شاء الله فأهلي نعزهم كثيرا وهذا قرار صعب جدا لما حطيت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قلت أصعب قرار لا تزوديها أنت رايحة تحقي أحلامك أهدف والله أصعب قرار كانوا دعمين لك هما بقرارك أنك تترك الجزائر رحت مرة الأولى قالوا لي لا وكيف لكن بعدها لما قربت فترة ذهابي كان الموضوع صعب جدا يكون أصعب كل ما يقرب جدا كل ما يكون أصعب جدا بابا كان تخيله أنه يهرب ما يقابلنيش أصلا يهرب ما يتحسس لش الموضوع وماما كان دايما لما شوفها كدتبكي ما تقدرش لا تستطيع أنه ما تظهر مشاعرها والله ينحبكم وأنا لست هنا يعني هكذا أنا عمل في مستقبل والله أنتم في القلب دايما هم في القلب وفي الهاتف وأنا دايما معهم لازم كل أسبوع مناسبة أنا بابا يعني والد عام 1962 عام الاستقلال وشهر الاستقلال يعني لكن في الدفتر مش مكتوب يوم ميلاده ولا شهر ميلاده فقط 1962 لما نحس أنه لا في خلال في البيت لازم نعمل مناسبة نعمل تعمله عادي ميلاده يلا بابا يقول لي اسمعي وشاكيت حملي نقول له بابا خلينا نفرح خلينا نغيره جو نبدله جو وبالمناسبة بابا ما يحبنيش نفرحه ما يحبنيش يحبهو بالضبط يقول لي لا لا أعمل زيديها نتيفي رحك يا عمري فنقول له لا لا بابا حتى فرحتك تعنيلي فرحتك فرحتي بالضبط وما يبينش بالمناسبة أوليائنا ونحن في مجتمع عربي يعني متعصب بالعادات والتقاليد لا تنتظروا منهم أنهم يوري لكم مشاعرهم وأحبكم وأحبك أنا فقط فيديو عملتك يوريوها بطريقة أخرى عملوها بأفعالكم لأفعالهم بينوا الولدكم أكيد والدكم يحبوكم مهما كان مهما كانوا متعصبين وكل شي لكن أنتوا ليوريو لهم الحب بالأفعال وليس بالكلمات نرجع لك لنقطة قلت الوالدة ربي يحفظها أستاذة لغة عربية هل اللغة من عندها مثلا أنك تحكي لغة عربية هل ساعدك بالموضوع شوفي سبحان الله بابا لم يصرح بهذا الشيء ولن يصرح به أنا أعلم ولكن بابا سامحني بابا شاعر وكان من زمان في فترة شبابه كان موسيقار بيعمل البيانو على البيانو يعزف على البيانو بالضبط فكان عنده رنة موسيقية وفي نفس الوقت كان كاتب فيكتب أشعار كان لديه كتاب كيف أنا عرفت هذا الشيء تخييلي لأنه يقول لي أنا الموسيقى تركت في فترة شبابي خلاص منزلش نرجع لها بتاتل خلاص حطنا من موضوع لكن الكتابات كان في علبة تحت سريره حاط فيها كتابه فأنا قررت جاني فبول كيف ستنبش أكيد 18 سنة خلت فتحت كتاب يا الله الكتابات الجميلة رحت له قلت له بابو شاء الكتاب قل لي خبه لماذا يعني عملتين لماذا جبتين قلت له لابر باتا قل لي آه كنت أكتبه خيلي بعد 18 سنة صرح وحتى يعني لكم أنتم أولاد كان يظن أنه لأنه بابا ولا شخص شجع كان يظن أنه هذا الموضوع نحن كأولاد ورح يجينا بهذا بابا ماذا تعمل لكن في النهاية بعد سنتين اكتشفت أنه الموهبة أخذتها من بابا ما شاء الله لأنه بابا يكتبه وماما لديها يعني صوت حتى هي جميل ولغة عربية جميلة فنروح لها نقول لها ماما هذه مخارج حروفها كيف تساعدك فالحمد لله يعني بابا وماما أصلا يكاملان بعضا ربيا حفظهم إن شاء الله حفظا نرجع لك الهلة يعني الآن وأنا نسمع في صوتك يعني نحس في حالي كأني قاعدة مع مغنية تناغم كيف تلعب يا حبيبتي يا حبيبتي شفت أيضا أنك تقليد الأصوات حبيبتي أسمعها يا جا يا الله أنا معروفة أكثر شي أقلد الأصوات كثيرا كثيرا لكن معروفة أكثر شي بصوت سالي فدائما نقول لي صوتك تشبيه صوت سالي سأحاول التكلم بصوتي سالي الآن لماذا تشبهين للأنسة منشان لا والله ما تشبهين الآن سالي كامل مثلا الآن سامنشن وسالي قاعدين يتخاصموا مشان يتفرجوا بودكاست أنا يا أنسة منشن ممكن أن تشغلين التلفاز لأن البودكاست الخاص بي سيبدأ الآن ماذا؟ بودكاست أي بودكاست يا فتاة ماذا لديك أيضا أصوات شفت صوت مو أحباب الواد واش يا أخو ولا تخروا في صوال حي شوفي بالنسبة للأصوات صوت الإخباري هناك العديد من الأنواع صوت الإخباري سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقتين جديدتين وفريدة في برنامج بودكاست خبرني أكتر خبرني أكتر وكذلك يوجد الصوت الأعلاني مثلا مع مطعم بابور اللوح حط درهم وكروح وكذلك الصوت الروائي كان يا مكان في قديم الزمان كانت فتاة تدعى حفصة واتفق الجميع على حبها فعلا حفصة لديها قبول حفصة صوتها الدافئ الرائع المغموبة أيضا نرجع لك لنقطة التنمر اللي تطلقيه مثلا من مواقع التواصل بصراحة الحمد لله الحاجة اللي دائما تفرحني إنه تعليقات إيجابية أكثر من السلبين بالضبط يا حفصة الله على صوتك حفصة وكأنه صوتك سامعين وزمان حفصة صوتك يعطينا إشارة لشيء حفصة فشيء جميل جدا جدا وكذلك إنه أنا أتكلم بلغة جسدية أتكلم بخاصة بأعيني يعني أحس للكلام قبل ما نطلقه فهذا الشيء اللي يعني التعليقات كانت إيجابية لي لكن التعليقات السلبية في ماذا آه صوتها هلاش رهي مصطنعة لماذا تغير في صوتها يا حبايب القلب هناك مراتنا عملوا صوت الدافع صوت الخاشن مرت على حسب الموضوع فهذا الموضوع يعني مصطرة إنه نجاوب عليه هذا أول شيء آه مثلا على شكل لا الحمد لله يعني ما لست أستعرض في نفسي لا أكثر التعليقات لأزعجتك آه بصراحة آه كنا نحبوك بطننا نحبوك لأنك آه عملتي أغنية كنا نحبوك وبطننا نحبوك جديدة هاي ألف مرة ومرة أقول والله والله أنا لست إنسانة كاملة والله أنا نعمل أخطاء أنا أستغفر الله خير الخطاء توابون توابين عفوا يعني لا تحكموا على الشخص من مواقع تواصل الاجتماعي لا أحنا عدنا شخصيا في العالم العربي كله أنه أي شخص مواقع تواصل الاجتماعي لازم يكون هكذا يعرف صحيح أنه نشارك معكم الأشياء لأنتم حبينها لكن أنا كذلك لنفسي علي حق نشارك معكم أشياء ممكن قدرة تفيدكم لكن أنا لست أقول لن ندخل في الدين موسيقى وما موسيقى حرام وذلك شيء لكن أنا لست إنسانة كاملة ونحن لسنا في الجنة بل نحن في الدنيا دايما نقول لهم ادعو لي بالهداية وادعو أنفسكم كذلك بالهداية وادوا من عندي الأشياء اللي تفيدكم وتركوا الأشياء اللي لا تدعمكم ولا تفيدكم هل تأثر فيك تعليقات هذه بصراحة لما كن في يعني في مواقف أنا بشر أثر فيه في بعض الأحيان حتى أبكي وأنا إشي اللي أثرني عفوا إشي اللي أثرني أكثر أنه بابا وماما يقرأوا التعليقات صح العائلة هما ما آخر رسالة رسالها لبابا صباح يا بنتي ركزي على نفسك أكثر وأعرفي ماذا تشاركي نعبا مواقع تواصل إشي معي لماذا أرسلها هذه الرسالة لأنه قرأت تعليقات خارقات فيديو عملت فيه شوي موسيقى فهذه هي الموضوع فقط أنا دايما يعني نقول لهم يا والله والله خذوا مني الأشياء الجميلة خالص خالص أنا تفكر حفصة تدخل المجال التلفزة التقديم بصراحة حلم الطفولة بالضبط حلم الطفولة إنه أكون في التلفزة وإن شاء الله إن شاء الله يا رب ديسينا فرصة جميلة وندخل مجال التلفزة في قنوات كبيرة جميلة يا رب إن شاء الله حفصة وأنتي في المطار مثلا حفصة وجاية إلى هنا كي تسمعي صوت النداء الأخير وش يعني هل تقلديه ولا عملت فيديوهات كثيرة بالنداء الأخير نسيته لكن يلا النداء الأخير يرجى للمسافرين المتوجهين للرحلة الأولى للإمارات التوجه للمقتورة رقم اثنان ومر السعادة بالضبط طيب صفر دينار دخلته من التكتوك أو الأنستجرام لماذا تجيني خدمات تعليقات صوتية لشركات نعملها صح وهذا الشيء الوحيد اللي ندخل منه للأموات جيك منه عروض بالضبط أما بالنسبة للإنستجرام والتيكتوك وخاصة تيكتوك تيكتوك في الجزائد أنا فتحته في الجزائد ولا يدعم الدفع وكل شيء ممكن الآن لكن لا أعلم قالوا لي أنه لا تستطعين تغييرها حفظ الحلقة رائعة وأنتي أرواع لكن للأسف في الوقت لا يسمع والله استمتعت بالحديد وأنا حبيبتي جدا واجهي للمشاهدين ثلاثة كلمات ثلاثة كلمات أنا أحبكم شكراً لوجودكم شكراً على دعمكم وحبكم وإن شاء الله أكون دائماً إضافة جميلة عليكم ومع السلام مع السلام شكراً حبيبتي شكراً